السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي في برنامجكم شوية معشيك على الووليبيا أنت أكيد سمعت وشفت الموضوع اللي صار في جدابيا المد اللي فاتت والبحيرة الصناعية اللي طلعت واكتسحت أزاء كبيرة وغططها في جدابيا من مزارع وحتى حجان والسبب كان معروف وهو انفجار في أنبيب النهر الصناعي اللي جاء دا تحت الأرض ولما جوا بيشوفوا شنو السبب لقوا إن في شخص يعني نزيك بكل جاي داييركي جاي بجعبكي وجاي فاري بيه وبيزقي شنو المزرعة متاع وزي ما أنت عارف على إثر الموضوع هذا مش إن في ناس اغرقوا بس لا في ناس عطشوا آه في أجزاء واجب المغازي والمناطق المحادي اللي ها مشربوش مدة 3-4 أيام هم مش مشربوش مشربوش وبتعبير مزاجي إن أكيد أشربوا مياه بيجدوا عطيني ثلاثة أيام والمقصود بها إن شنو معاش عندهم مياه ولكن يشربوا ما حيمشوا يجيبوا الشيشة من الكافي بجنيه ومن المحل في 50 جرش لكن الحمد لله إن حاليا في جزء كبير من المشكلة إن حل لكن هل المشكلة هذه حتكون الأخيرة؟ لا بهل هي الأولى؟ لا وأنا تعال بش نفهمك حاجة حاجة عيني حتى أعجبك أنت عارف إن المنطقة إحنا عايشين فيها ما تسمى بالوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المنطقة هذه مهددة بخطورة فقدان المياه أو بجفاف أو إن إحنا عندنا فقر في المياه وهذا شيء معروف والنسل السكنين في هذه الرقعة يعتبروا 5% من العالم كله لكن عندهم 1% فقط من المياه العذبة يعني العالم كله هكي ما علي إحنا عندنا واحد في المياه فقراء فأغلب دول منطقة عندهم مشاكل في المياه وليبيا في الترتيب السادس آه ليبيا ديما في العشرة الأوائل في إن عندها مشكلة مياه واللي وهلا هكي من الزمن أعتقدنا أو خلونا نعتقدوا إننا لا الموضوع الحل شوف يا غالي في الخمسينات جان شركات أجنبية وكذا وقالوا إن إحنا بنا نطلعوا الزيت الأسود أذكاية السمح وجابوا بلاطم وخبشاتهم وبراويط وكذا وقدوا يحفروا في الصحراء كل ما يحفر شوية يلقوا مياه يقول لك لا مش هي يحفروا هانا بشتطع لمياه لا يصير يردموها زمان الناس كانوا شوية ومعندهم مش فضلة تعقيدات إنه في مياه ما فيش مياه هي حتمطر وإحنا حنعبوا قلالين عندما تم اكتشاف حوض كبير من أممية بحر يمعلم تحت الأرض يمتد في الجنوب وخاصة في الجنوب الشرقي من ليبيا وهذا ما يعرف شنو بالمياه الجوفية وهي شنو المياه الجوفية هذي يمعلم زمان لا مش زمان يعني فلسان زمان بكل أيام الكوكب الأرض هذا كله كان عصر جليد يسمو فيه كان كله جليد الموم تلجضل المساحة وكذا خش جوه هكي في التربة طلع زرع وكذا والباقي نزل لرنب وحيرة جميلة جدا فالموم بعد سنوات جل مسؤولين في النظام السابق خاصة في فترة السابعينية تقول لك لا نحن هكي شنح نديره نحن نبو أمية والأمية هذي مش للشرب بس نحن نبوه في الزراعة نبوه في الصناعة نبوه في عرم حاجة باش مشكة لأمية هذي قاعدة في الصحراء غادي في الجنوب فأطلع واحد منهم قال شنرايكم نبنوا مدن جديدة في الصحراء وبهكي الناس وجنين حينتقلوا ويعيشوا غادي يبدو نحن عندنا نسى شوية اللي عايشين على الساحل نقول لهم تحلية طبعا فكرة كانت غبية جدا يعني واللي قال هذا يعني مش عارف عكيدة استمر طبعا لأفكار الغبية ذي ما يستمر يخلوهم فأجهات طلعت فكرة واحد اخرى وهي فكرة النهر الصناعي نحن نمدوا أنابيب من الصحراء لعند الساحل ونقسموهم علي خزنات زي خزان الزاوية وطبرق وشدابيا وبغازي وطرابلس وصلت ونملو غادي الخزنات هذهنا ونبدو نحن نوزعه والناس يدوشه والحياة تبدأ حلوة ونجاح المشروع ومشت الدنيا وقال لك مرحلة اولى والثانية كلف المشروع ما يعادل لخمسة وعشرين مليار دولار ووقتها طبعا فترة التمانينات كانت تكلفة كانت واجد بكل يعني وقتها ماردونا في نافولي كان ياخد بخمس بيت جنيه في الشهر تقريبا المهم المشروع هذا مفروض في شنو مرحلة تالتة ومرحلة رابعة المرحلة التالتة ما كملتش والمرحلة الرابعة ما بداتش أساسا فهذا سبب بأن مناطق واجد في ليبيا ما فيهنش أمية وما فيهنش أساسا الأنابيب متعتم مية فالناس يجووا غادي يبنوا في حوش ما عنديش أمية حنحفر بير نلع المية هذي حنقصل بيت بشي ما العلم أن الموضوع هذا ممنوع يعني وضروري يكون عندك أنت يعني أوراق من الدولة وإجراءات تديرهن لكن لا ما أنا حنقض عطشان لعندما أنتم ما تديروا ليهني لا يغالي فالمهم في فترة السنوات هذينا ما كانانش كله اللوزي بدوا يبتشفوا في مشاكل واجد أول حاجة نحن في ليبيا 97% من المياه اللي نستعمل فيها هي مياه جوفية ناكله ونشربه ونخصه في سياراتنا ونطلعه في رمضان نبخه في مية في قدام الحوش ونخصه في الفرش وفي الصناعات كلها 97% يا غالي من المياه الجوفية هذا شنسبب يا معل بسبب أن المياه الجوفية بدأت تنقص وزيد يا زيد أنها مع شي مطر زي زمان آه أنت لو كبير شوية حتلاحظه هو المطر زي زمان ونسبة الرطوبة زادت واجد وهذا طبعا يرجع أن الحرارة رقتني في العالم كله وهذا عمر أنت تعرفها فما تخششنيش في تفاصيل وطبعا أن المشاكل اللي يعني لا تأتي فرادها فبعدلت في نحداش طبعا وبعد الوضع الأمني اللي الدهور قاعد يدهور كيلف فصار اعتداءات واجد علي منظومة النهر درجة لأن جمعة النهر المدة اللي فاتت قالوا وطلعنا يعني أربع آلاف وصلة غير شرعية تش أخيل أنت أربع آلاف البردين يعني هذوم المفروض يحطوهم جوا في الوصل هذي يسكروا بهم المغطل الفتحة اللي فتحوها لأنه في محطات ومحولات تخشوا تدوء عليهم ويسرقوا منهم كابلة لنحاس البردين زيادة أنه في ناس أساسا بنوع عشوائي يعني يجي هكي قدام يعني أهضا المجرى بتعلان يجي يبدي فوقات خلاص يعني هي خساية ضاقة الواسعة زيادة أن الموضوع ما كمالش وما تطورش وأنه حتى في شركات واجلي كاناني صنعا في الأنابيب هذينا اللي هما واخدين فلوسهم يعني من كشكشات قالوا لا نحنا مش هنقدروا نجول ليبيا نحنا لأن الوضع توا مش تمام وغير آمن فتخيل أنت بعد السنين هذينا كلهم منزل ما وصلناش الحل لمشكلة المياه في ليبيا بينما في دول واجه زي السعودية والمغرب لا بديدوروا في أفكار جديدة السعودية مثلا تما تتأجر في فددين برة في الأرجنتين وفي السودان وفي أثيوبيا عشان تزرع فيه نقمح وشعير عشان هي حتوفر مياه جوفية في السعودية مش محتاجة تسجي بيها غير أن هي قادرة أكثر دولة في العالم عندها مشاريع تحلية ودرت أنهار ومجاري لكن مش بقى نبيب دارة أنهي مفتوحة كهذين للري ومصر توا دايرة حتى نهر ما يسمى بنهر الصحراء الغربية والمغرب قادر ماشي في نفس الموضوع والإمارات الموضوع خطير وخطير جدا لكن نحن مش حنسين به نحن ماخذين الأمية أنها تفتح أنت شيش ما تنزل لك الأمية موضوع حيكون صعب وصعب واجد ونحن أقل حاجة نقدروا نديروها توا طبعا المسؤولين عندهم شغل كبير بك لمواضيع أكبر لكن نحن أنبطوا نصرفوا في الأمية هذه الحاجة المعروفة والمسؤولين عالفين شي نديروا مفروض يشقوا ويديروا مشاريع جديدة بش حيث أنهم يوفرون الأمية ومعش يعني أقل ما فيها أن نستعملوا 50% من مياه الجوفية مش 97% وإنت كان عندك رأي ولا فكرة ولا عاد تعرف حاجة على الموضوع أكتبنا لأننا نحن يعني ما نبش نعطش نبنفتح هيك الدوش ونبيندوش ما نبش نجيب أنا الكباية هذه كي الحمرة اللي قادة ونبدأ مبخع ما نبهاش فكتب لي يا غالي رأيك لوطة وقولي شين تببي تلاقي فيديو جديد السلام عليكم